قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري أحسن الله إليك فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ في إلحاح شديد على طلب قصيدة أخرى قبل قليل أتحفتنا بقصيدة ولكن يعني الجمهور يطلب قصيدة أخرى في مدحي النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قدموا يريدونها إيمانية لكن أنا جزء من سلسلة محاضرات ولما رأيت الجدولة وجدت أن فيه كثير من الفضلاء الوعاظ المباركين فما أحببت أن يتكرر الوعظ الإيماني في كل ليلة وإن كنت أنا لا أحسن السرد القصصي لكن فأرجو أن يعفو عني الفضلاء الحضور عن التقصير من محاضرتي وهو ظاهر لكن في نقطة مهمة جدا أن تعلم أن من يتكلم أو يحاضر هذا مهم جدا هو بشر يعتريه الضعف يعتريه النقص والله جل وعلا يريك النقص في خلقه حتى ترى الكمال في ربك وقد قلنا مرارا في دروس سلفت إن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه يوم أحد وسالت دم على وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه حتى يرى الصحابة وجهه صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول ووجه الرب تبارك وتعالى فلا تعلق نفسك أن أحدا من الخطباء ستحضر له سيجعل من حياتك تتغير ولا أن أحدا من المحاضرين ستحضر له سيجعل رسم حياتك يتغير وإنما هذا نور يخذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء بل إن الله إذا أحبك وأجلك ولك عنده درجة عالية لا يجعلك متعلقا بأحد من الخلق لا يجعل قلبك أسيرا لزيد من الناس من المحاضرين أو أسيرا لزيد من الناس من القراء أو أسيرا لزيد من الناس من الواعظين وإنما إذا خلوت بنفسك وليس ذلك المحاضر الذي تسمع له ولا ذلك الواعظ الذي تسمع له ولا ذلك القارئ الذي تسمع له ولا المكان في أحد الحرمين وإنما أنت لوحدك وتقرأ القرآن فتقف عند آيات عظيمة جليلة كل القرآن عظيم يثن الله فيها على نفسه ولأن الله لم يجعل قلبك يتعلق بأحد غيره ولم يجعل الطريقة إليه موسلاً بأحد غيره فتجد نفسك تبكي وتتأثر وأنت لوحدك ولم تسمع القرآن من الشريم أو السديس أو غيرهما من قراء الأمة ولم تسمع محاضرة لبعض وعاض الأمة ولا بعض علماء الأمة ما أنت إلا أنت جسداً وروحاً والقرآن بين يديك إن كنت رجلاً أو إن كنت مرأة وأنت تقرأ بنفسك فتخشع وتخضع وربما بكيت وحننت شوقاً إلى ربك ثم لم يعلم أحد بك بتاتاً متى تجدها؟ تجدها إذا لقيت الله ولقد الله تبارك وتعالى يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنأمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون فكل الشأن كل الأمر أن يكون لك لحظات لك أوقات لك سويعات لك دقائق تقرأ فيها القرآن ويخشأ قلبك لا يدري عن ذلك أحد هذا هو المدخر العظيم الذي تدخيره لنفسك حين تلقى الله أما ما يحصل في المحاضرات هذا خير عظيم فيها تذكرة للغافر تعليم للجاهل زيادة تبصر لمن هو متعلم مضي الأوقات في طاعة الله لا يمكن أن يكون هذا المينس بإذن الله وبرحمته سدًا عند الله لكن لا تأتي لأي مكان وأنت تؤمل أنك إن أصبت هنا أصبت وإن لا فقد ضعت هذا غير موجود في الشرع إنما العبرة كل العبرة بمواطن خلوة بين يدي الله وقلت إن الله يريك الضعف في خلقه حتى ترى الكمال في ذاته العلية جل جلاله هذا الذي ينبغي أن نوطنا جميعا أنفسنا عليه لا يحسن بالمر أنه لا يتأثر ولا يبكي إلا إذا سمع لزيد أو لعمر أو إذا كان في محفل هذا وإن كان حسنًا بالجملة لكن الذي هو أحسن وأعظم زلفة وأقرب إلى الله أن يكون لك واعظًا من نفسك وأن يكون لك سويعات دقائق تخلو فيها مع ربك تقرأ فيها القرآن فإذا سجدت تذكرت أهل الموقف وأنهم يؤمرون بالسجود قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كأنك من غير أن تشعر تتحسس أعضاءك تتحسس قدميك تتحسس يديك أنك قادر على أن تسجد فتسجد فتسأل الله الذي وفقك للسجود في الدنيا ألا يجعلك ممن يمترن عن السجود في ذلك الموقف العظيم تدبر القرآن بمثل هذه الطريقة يقشع قلبك وتذرف عيناك فتأتي لأي درس أو لأي خطبة إن وفق الإمام فلنفسه وإن لم يوفق فعلى نفسه أما أنت لو وفق الإمام زاد كذلك أهدى وإن لم يوفق فأنت إيمانك في قلبك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري هذا الاعتراض عليه لكننا نتكلم عن درجات الكمال وعلو الهمة وما ينبغي أن يجنح الناس إليه في تربيتهم لا يعقل أن الإنسان يقول إنني حضرت وحضرت ولما تأثر وهذا يكفي هذا لا يكفي العبرة كل العبرة بالمواطن الخالية قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه قم الليل قم الليل بقول الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قم الليل بقول الله لم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قم الليل بقول الرب تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قم الليل بقول الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يؤشي الليل النهار يطلبه حذيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخوفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوه في الأرض بعد إصلاحيا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قم الليل وأنت تقرأ قول الله وذنون إذ ذهب مغاظما فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكامنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ثم قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون ردد قول الله وأنا ربكم فعبدون واملأ قلبك فرحا أنك تقرأها وأنت عابد قابض بيمناك على يسراك تناجي ربك وتقرأ كلامه العظيم جل جلاله هذا مما يعينك على أن يخشع قلبك وفي القرآن آيات عظيمة يُذْنِ الله على فيها على نفسه وقد قلنا مراراً في دروس في هذا الملتقى وفي غيره إنه لا شيء يجعل القلب رقيقاً أعظم من أن يقرأ الإنسان الآيات التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وقد مكروا مكرهم في إبراهيم يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتسول منه الجبال فلا تحسب أن الله أخلف وعته رسله إن الله عزيز ذو انتقام إلى غيرها من الآيات يخشع لها قلبك تذرف لها عيناك يرجف لها فؤادك وتكون ممن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً هذا وأضرابه خير لك وإن كان في ذلك خير لا أتكلم خير بمعنى أخير أفضل لك من أن تسمع لزيد أو لعمر وإن كان في السماع للفضلاء والوعاظ والقراء خير عظيم لكن العبرة كل العبرة بما تنفرد فيه بينك وبين ربك هذا الذي يجعلك تحجم عن المعصية وتقبل على الطاعة ويملأ قلبك شراحاً ظلمة ليل لا يراك فيها إلا الذي لا يخفى عليه كل شيء أنت ممن تريد الثواب تريده من الله ومن هذا الذي أنت تخشاه حقاً هو الله فاصنع عملاً لا يراك فيه إلا الله ثم طوي حتى في ذاكرتك حاول أن تنساه فإذا لقيت الله فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفاً ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزاً يستدين حتى يرد إليك معروفك وللله المثال الأعلى فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله ومع ذلك استصحب أن الله غني عنك وعن طاعتك وأنت كلك فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر وقرأ القرآن بتدبر الله يقول وترى الملائكة حافين حافين من حول العرش لماذا قال الله بعدها يسبحون بحمد ربهم التسبيح تنزيه الله عما لا يريق قال ربنا يسبحون بحمد ربهم حتى لا يظن النظان أن الله محتاج لهؤلاء الذين يحفون حول العرش فأنفسهم الملائكة ممن يحمل العرش أو من يطوف حول العرش أو من من هو حاف حول العرش يسبح ويقول بلسان حاله ومقاله أعلم أن الله غني عني وعن العرش وعن حمل العرش وعن أن أحف حول العرش وأي أحد من سراطين الدنيا ما رزق قدرة كلها من الله لكن ما نال حظا إلا بتعظيم من حوله له فلو لم يعظموه لسُنِب التعظيم لا يشعروا حتى في نفسه أما الرب تبارك وتعالى لو أن أهل الأرض جميعاً كفروا فالله غني ولو أن أهل الأرض جميعاً أطاعوا فالله غني وهذا معنى قول الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقول الله تبارك وتعالى على الوجه الأصح معنى قول الرب تبارك وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا معنى الآية لو أن جميع أهل الأرض آمنوا بالقرآن لم يزد ذلك الإيمان القرآن شيئا ولا مثقال ذرة من كمال ولو أن جميع أهل الأرض كفروا بالقرآن وردوه وكذبوه لم ينقص ذلك من القرآن شيئا لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته والله جل وعلا غني حميد عن كل أحد يعبده أو يدعوه أو يرجوه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعود وخرجنا على الموضوع